بسم الله الرحمن الرحيم في الفيديو اللي فايت كنا اقتنا حد الفونتش دي اللي هي في لكتور 2 حاجة بس يجب ان تتوضح عشان الناس من تتخدش دلوقتي دي كل محاضراتنا لكتور 1 عادي لكتور 2 لكتور 2 دي بقى احنا عادنا فيها محاضرتين كمان يعني كان 2 و 3 و 4 فما تتخدوش الوقتي يبقى احنا هنبدأ في ايه المفروض في لكتور 5 هناخد منها الموضوع بتاع التري والجراف اللي هو اللي عليه الدور اصلا طيب ايه بقى الموضوع ده دلوقتي انا عندي التري اول حاجة فيها نود النود دي بنحط فيها الانفورميشن اللي هي الكورة دي هي النود طيب السهمة دي ايه هي البرانشز البرانشز دي بتعمل ايه بتتكوننكت النود ببعض تمام طيب النود الاولانية دي اللي هي الاساسية دي اسمها ايه دي هي الروت بتاعتي تمام وهي اللي بيكون فيها الهيراركي الاكبر طيب واللي تحت دولت هم ايه هم الليفس تمام هم الليفس يعني بس المفروض بتاعها طيب بس اهم حاجة ان اللي تحت دول بيسموا ليفس عشان مش نازل منهم تشيلدرنستانية طيب الجراف هو ايه؟ هو حاجة زي النتورك او النت ممكن يبقى له زيرو او مور لينكس يعني زيرو ليفل ليفل واحد او مالوش ليفل ذو اصلا ما بيحصلش فيه لوبس لان ده بيكون سامبل جراف طب ايه كلام ده بقى نجيبه من هنا اهو دي سامبل جراف بس اللي بيكونوا مربوطين ببعض يعني مفيش نود مش مربوطة بالباقي ده كده بيبقى اسمه ايه؟ نون كونكتد جراف تمام؟ ليه؟ لان احنا قلنا كل نود لازم تكون مربوطة بالتانية عشان يبقى كونكتد يعني هنا البي و الدي مش مربوطين ببعض فده منفصل ولا منفصل يبقى كده نون كونكتد جراف نكبر به انما هنا بصوا كل النود متوصلة دون إن كونكتد جراف يعني بصوا اللوب بتتمع على نفسها يبقى سالف لوب بتلف على نفسها خذ ما يقولوا ليش بس يعني ايه تمعا نفسها wedding يبقى دي بتلاف بتاخد لوب على نفسها فعشان كدة لي اسمها ايه؟ لاتس يعني ايه لاتس دي او لاتس عشان الناس برضو يبقى النود بتودي النود التانية او بيجيلها يعني من الاخر كله مربوط ببعضو بس متحددة باسهم هنا مكانش متحدد مين رايح لفين جاي منين انما هنا متحدد هنيجي هنا بقى بصوا مش دي ماشية بتتالي يعني السهم او واخدة نفس الطريق كله ياخد نفس الطريق دي بداية ودي نهاية واضح فين بدايتك وفين نهايتك فين اولك من اخرك يبقى دي كده دي جنريتد باينالي تري مكونة من كام نود سري نودس ممكن يكتروا عادي او يقلوا انتو هتبيروا بس في العدد في الاسم كرا تنظيم تغدرم العديد هنا تجه الاناتكم بياها مش قيل الحب In the Moyen ايه بقى من الاسم الاسم m 2 هي طبعا ما اسم لها اناسبة بالان اكتب علاج كده لأن هنا كنا باينيبدي فكرة عن و소�قال vi ايه بقى هنتكلم عنها بالتفصيل برضو اكت Sri زي ما احنا هنا اللي هي البروداكشن رولز طيب ايبا البروداكشن رولز هي فور من البروستديرال نولج بتاعتنا اللي بتفهمي زي حل المشكلة خلص احنا كنا قلناها بس هنا اف زن اللي هي ايه لو احمد زاكر زن هينجح نفس الحوار بالزبط بس هنيجي هنا بقى دلوقتي يقولي إجزامبل إفلامابول لكوود لو فيه سائل قبل اشتاعي للدلع زين روح اعمل كول للفاير ديبارتمنت لو البي اتش مش عارب ايه زين الماتيريال كذا يعني من هو ايه ايزا فا ايزا اي اسمعين؟ اه لو ايزا مش عارب اي كده يعني اعني لي هنا يسبنا من ذي اه ده نفس الكلام برضو مفوش حاجة الفكرة بقى ايه اه اه ازا كار ايز زد ازا اكشن ايز كذا او هنا بقى بيقول لي ايه لو الكار عطل تقوق في اعمل ايه روح اعمل تشاك للفيول تانك ايف لو انت عملت يعني بعد ما تعمل تشاك للفيول تانك بتاعك ولو لقيته فوق ابتدي روح فين اعمل تشاك للفيول تانك خلاص دلوقتي هنا ده باردو ايه ده ايه ايه اي امامي يعني ان هي حاجة مترتبة على حاجة مترتبة على حاجة ممكن تعمل لو عملت كذا فاعمل كذا او لو حصل كذا وعملت كذا فاعمل كذا هي كل الحوار ماشي بالاتصل هناك نقطة ثانية نريد أن نقوم بعملها لا أعرف أين سنة واحدة هذا كل شيء تقرر لا تقلقوا الموضوع كل واحد نريد أن نصل إلى الموضوع العربية لا أعرف ما أقوم بكثير غير تمامًا هنا نريد بنائج الخصيرة نحن هم سنراорот هي نفس الفكرة لكن الشكراس بدأت expense نستقرر سأ puntique thru فق؟ دي بقى في حال دلوقتي لو اداني كذا رول كلهم زي بعض بس انا عايزة اكشن مختلف يعني مثلا if the traffic light is green امشي if the traffic line is red اقف if the traffic line is red امشي ايه ده انا عندي الاثنين بزول زي بعض في المنظر ده مش هينفع تمام طيب عندي طريقتين ممكن احل بينهم المنظر ده اول حاجة ان انا عمل حاجة اسمها priority بمعنى افرق ما بينهم بحاجة اول حاجة لو انا ادخلي priority 100 مثلا او دي الاهم هنا لو اللي داخل child خلاص اعمله prescription رقم واحد انما لو اللي داخلي adult اعمله prescription رقم اثنين يعني هدي اولوية لان لو ده اخد علاج ده وده اخد علاج ده يبقى الexport system boys طيب بمعنى اوضح هنا if the reason is full تمام الاثنين نفس الاف طيب انا هفرق ما بينهم ازاي هفرق ما بينهم بcondition يعني هزود لو لو season fall يعني بيمطر او كده والسماء cloudy والforecast rain يبقى خليك قعد في بيتك انما هنا لو جوا بيمطر خد umbrella بس يعني انا من الاخر زودت اتنين condition هما اللي هيفرقوه بحيث ان لو الكمبيوتر ارى ان الدنيا بتمطر ونزل ما لقاش condition ثاني يبقى طبيعي هيطلع advice ان احنا ناخد ايه الامبريلا انما لو هنا حد نزل لقى condition ثاني condition ثالث خلاص كده هو هيفهم من نفسه ان انت خليك ايه في البيتك ده الحل الثاني ان احنا نزود حاجات او نت دي priority الحل الثالث كان ايه بقى حاجة اسمها data most recently يعني الكمبيوتر بيعتمد على اخر حاجة اخدها بمعنى اوضح لو لقى الif ان الforecast rain طيب انا دخلي الساعة 2 او سوري هنوضحها بمعنى اوضح انا دلوقتي دخل للsystem الساعة 2 وهو كان دخله اخر حاجة ان الrain ان الforecast rain عندي راننج بتمطر هيطلع ان الاطبائي سيعمل كزا طيب لو انا دخلت للsystem الساعة 3 ونص هيعتمد على اخر حاجة دخلت له هياخد الساعة بتاع الساعة 2 ولا هياخد قرار الساعة 3 وربع هياخد قرار الساعة 3 و12 دي لان انا قريت دي دخلاله الساعة 3 ونص فهيعتمد على اخر تعديل للdata دخله دي الطريقة التالتة برضو اللي بيتعامل بها مع rules في حالة لو دخلت نفس الcondition مع بعض فهو عشان يكرر هيطلع لي نتيجة ايه بيعتمد على حاجة من التلاتة يا اما الpriority يا اما لو في حاجات تانية متضافة او لا او يا اما اخر data معمول لها entering للsystem دخلت وعلى حساب يعني الساعة كم دخلت وزاي القصة اللي احنا قلناها يبقى بكده احنا كمان اتكلمنا عن موضوع rules عشان الناس ما تطلع باش الجراف كان في لكتور رقب 5 وموضوع rules دي كلها جزء منها كان في 5 وجزء التاني كان في لكتور 6 ترجمة نانسي قنقر